المعركة المقبلة ليست معركة إصلاح فقط وليست معركة استعادة النزاهة في هذا البلد ومعركة لإنقاذ لبنان من أزمته المالية والاقتصادية والاجتماعية ومن أجل محاربة الفساد ومكافحته المعركة هي كل هذا لكنها أيضاً معركة سيادية بامتياز يقول رئيس المجلس السياسي لحزب الله مؤخراً بأن هذه الانتخابات المقبلة المقررة في 15 أيار هي بالنسبة لحزبه بمثابة مواجهة حرب تموز جديدة في السياسة بالمقابل نسمع الرد الذي انبرأ به رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع للقول بأن هذه ليست حرب تموز وإنما هذه حرب تحرير من أجل السيادة اللبنانية نضيف إلى ذلك الكلام الذي قاله قبل بضع السعاد يعني البارحة الرئيس فؤاد السنيورة والذي شبه هذه المعركة الانتخابية بمعركة استعادة السيادة أيضاً إذن نحن أمام معضلة نحن أمام معضلة تتعلق برؤية و بنظرة حزب الله لهذه الانتخابات حزب الله ينظر إلى هذه الانتخابات باعتبارها أنها معركة مع عملاء مع مشروع إسرائيلي أمريكي كما يقال الرئيس المجلس السياسي لحزب الله وكما يقول العديد من الناطقين بلسان هذا الحزب باعتبار بأن مخاصمة حزب الله هي فعل تآمري هي خيانة للوطن هي خيانة لما يسمى بالمقاومة ويستوجب مواجهتها التعامل مع أعداء وليس مع خصوم يتنافسون في السياسة هذه نقطة أساسية لابد من التركيز عليها للأجل أن نقول بأنه المعركة المقبلة ليست معركة إصلاح فقط وليست معركة استعادة النزاهة في هذا البلد ومعركة لإنقاذ لبنان من أزمته المالية والاقتصادية والاجتماعية ومن أجل محاربة الفساد ومكافحته المعركة هي كل هذا لكنها أيضا معركة سيادية بامتياز لأن المواجهة هي مواجهة مع طرف يسيطر على البلد يسيطر على الدولة يسيطر على القرار السيادي والوطني طرف يقيم مرجعية على البلد أضف إلى ذلك أنه يقيم جيشا فوق الجيش ليس إلى جانبه فوق الجيش وفوق جميع الناس طرف يحتكم إلى السلاح وإلى العنف وإلى الترهيب وأكثر من ذلك من أجل حسم خلافاته على الصحة السياسية اللبنانية نهيك عن الحروب الخارجية التي لا نهاية لها وهي متعددة الأوجه ومتعددة الأهداف وطبعا هي جزء من أجندة خارجية لا علاقة للبنان بها لا من قريب ولا من بعيد إذن نحن أمام معركة سيادية معركة استعادة هوية لبنان استعادة معنى أن يكون الإنسان لبنانيا ليس فقط عبر الإصلاح وعبر مكافحة الفساد وإنما عبر مزاوجة هذا العنصر مع العنصر السيادي من هنا دعوتنا لجميع الإصلاحيين الحقيقيين في هذا البلد أن يفكروا ماليا فيما يقوله أركان حزب الله أنهم يعتبرون أن المخاصمة في السياسة أن التنافس أقل له التنافس من دون الخلاف على العناصر الأساسية التي تهم حزب الله هو فعل مؤامرة إذن المعركة يجب أن تكون المزاوجة بين السيادي والإصلاحي وليس فقط العمل على هذا المستوى أو على ذاك المستوى من أجل ذلك ندعو إلى تحالف عريض في كل المناطق في كل الدوائر بين الإصلاحيين والسياديين من أجل استعادة لبنان هذه هي حقيقة المعركة وهذا هو عنوان المعركة الحقيقي استعادة لبنان موسيقى 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 موسيقى